بحث المشاركون في المؤتمر الدولي الأول الذي يجمع منظمات الدولية المسؤولة عن مجالات التربية والثقافة والعلوم تاريخ منظمات التربية والثقافة والعلوم مع مناقشة تعزيز الفرص لتعظيم الأثر من التعاون المشترك وتجاوز التحديات بالإضافة إلى تمكين الكفاءات البشرية وتنمية الموارد المتاحة وتحسين كفاءة الإنفاق في المشاريع والبرامج من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون أيضا مراعيا ليكون لديه كفاءة في تطبيق هذه الأهداف وكيف ممكن أن نزيد هذه الكفاءة كيف يمكن أن نتكاتف كيف ممكن أن يكون على نفس الطاولة جميع اللاعبين المهمين المنظمات الدولية والأقليمية المؤسسات الحكومية القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني وكيف نجعلهم يتكاتفون سويا ونضع منصة لهم ليكون هناك تنسيق فيما بينهم ولتوحيد الجهود نحو تحقيق هذه الأهداف في وجه التحديات الذي وجهها العالم الآن من جهته دع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسم في المؤتمر إلى توحيد الجهود لترقية التعليم للجيل الجديد في ظل التذاعيات السلبية للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية نحن لا نستطيع أن نقوم بكل شيء المسلمون حوالي 1800 مليون لا نستطيع أن نخدمهم كلهم ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله نقوم بما نستطيع ونتعاون مع كثير من الدول ومن المنظمات أيضا الدولية ليس فقط العربية ليس فقط الإسلامية مثلا عندك منظمة يونسيف ومنظمة اليونسكو ومنظمة سبارك في هولندا منظمة عبدعيز الغرير في الأمارات العربية المتحدة وغيرهم وغيرهم أهل الخير كثر لكن نحتاج إلى تنظيم ونحتاج إلى تنسيق لكي نقوم بهذه الخدمة الهامة لأهم ما أنتجهه الإنسان وهو أطفاله يشار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أعلن عن مبادرة السعودية لاستضافة المؤتمر في المملكة لدورتين قادمتين في عامي 2025 و2027 ليكون هذا المؤتمر محطة مسدامة لالتقاء الخبرات وتكوين الشركات الإيجابية بين هذه المنظمات والتخطيط للمستقبل